موسيقى اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من المياذين ونستهلها بالعنوين موسيقى نقابات النقل البري في لبنان تدعو لاضراب شامل يوم غد وانطلاق اعمال المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز العربي من مصر الى لبنان موسيقى واشنطن تعلق مساعدات مالية بقيمة 700 مليون دولار للسودان على خلفية اعتقال الجيش مسؤولين مدنيين موسيقى الجزائر توقف يوم الاثنين المقبل توريد الغاز الطبيعي الى المغرب عبر خط الانبيب المغاربي الاوروبي موسيقى اهلا بكم اتفق كل من وزير البترول المصري ووزير الطاقة اللبناني على اجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الى لبنان عبر سوريا وفي هذا الوقت جالت وفود فنية من سوريا ولبنان ومصر على محطة غاز الريان ومحطة الدبوسية لمعاينة اجزاء مما يعرف بخط الغاز العربي وتدقيق في تحاليل الغاز ويذكر ان وزراء الطاقة والكهرباء في كل من سوريا والاردن ولبنان ومصر اتفقوا بعد سلسلة اجتماعات على خطة عمل وجدول زمني لاعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية وكذلك خطوط انبيب الغاز الى ذلك تنفذ نقابات قطاع النقل البري في لبنان اضرابا عاما يوم غد بسبب رفع الدعم عن اسعار المحروقات من دون خطة متكاملة تفيد ذوي الدخل المحدود ومنها البطاقة التمويلية ولفتت النقابات الى ان ابرز المتضررين من الاسعار العالية للمحروقات هم السائقون والعمار والفقراء الذين يتحملون اكلافا باهظة بتعريفة لا يمكن رفعها في ظل الاجور المتدنية نقابات قطاع النقل البري دعت سائر النقابات المعنية الى المشاركة في مختلف المناطق كانت بأربع عشرين الف كان الركب بألفين ليرة اليوم ما في ولا ركاب ولا اي شيء كيف نطعم عيالنا انا عندي دوليب السيارة تعبانين على الاخر وهذا دليلا لذلك هاد دوليب تعبان بالمرة قادر غيره ما قادر غيره حقه مليونين ليرة ميت دولار مليونين منهم جيبون معلم وزير الطاقة السابق قال قال ان الفقير معاش لاح يقدر يعب بنزيل وبالفعل نحن العمومة معاش معنا نعب بنزيل تانكة البنزيل للعمومة هيك ما بيمشي الحال علقت واشنطن مساعدات بقيمة سبعمائة مليون دولار لسودان على خلفية اعتقال مسؤولين مدنيين في الحكومة هذه المساعدات وهي جزء من المخصصات الطارئة التي أقرتها واشنطن نهاية العام الماضي ضمن ما يسمى قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية وكانت مشروطة بإجراء إصلاحات سياسية ومالية ونقدية أمرت نيابة العامة للقطب القضائي المالي في تونس باحتجاز وزير زراعة السابق سمير بالطيب الذي شغل منصبه من عام 2016 حتى العام الماضي وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي وفي الأسبوع الماضي تم احتجاز النائب المهدي بنغريبة للاشتباه في احتيال ضاربي وغسل أموال وهو النائب الرابع الذي يقبع في السجن منذ خطوة الرئيس قيس سعيد في تموز يوليو توقف الجزائر يوم الاثنين المقبل توريد الغاز الطابعي إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغاربي الأوروبي بحسب ما كشفت وكالة رويترز وكانت الجزائر قد أشارت إلى أن هذه الخطوة أو أشارت إلى هذه الخطوة في أب أغسطس الماضي واحتمال إيقاف صادرات الغاز الطابعي إلى المغرب في أواخر تشرين الأول أكتوبر البالغ مليار متر مكعب والتي تستخدم لإنتاج نحو 10% من الكهرباء أعلنت المتحدثة باسم الشركة الوطنية لمشتقة النصطي في إيران أن 40% من محطات الوقود استأنفت عملها في توزيع مادتي البنزين والمزوت وقالت إن المساعي مستمرة لحل الخلل التقني سريعا لعودة التوزيع للبنزين بالسعر المدعوم ونقلت مواقع إخبارية إيرانية أن الخلل الذي تعرضت له محطات الوقود في إيران اليوم ناجم عن هجوم إلكتروني لم يحدد مصدره بعد إلى سوريا حيث يعاني أهل الطلاب من غلاء طال أدوات القرطسية ومستلزمات الدراسة من جراء حالة غلاء عام ترتبط بتبعات الحرب لكن في المقابل حافظت الدولة على تقديم تعليم مجانين بالكامل من مرحلة التعليم الابتدائي وحتى الثانوي نحن كونه موظفين يعني أنا بدي أسحب سلفة أو قرد لا دي رجيب قرطسية لولادي اتنين بصفتاسة وعندي اتنين بجاعة مع معا لا دي أشتري لهم لوازم تبعا يشكو حالا عامة لدى أهالي الطلاب السوريين بعد نحو شهر من بدء العام الدراسي أرخت الأزمة المعيشية بظلالها على العملية التعليمية بحده ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الحياة اليومية دفع الأباء إلى التقشف في توفير المتطلبات الدراسية من قرطسية وأدوات هندسية وحقائب إلى الحد الأدنى هلا السنية أنه أنا بسعيد بألم الرصاص أو ألمي الرصاص لأبني لأنه أنا ما عندي إدراء ما في إدراء أنه أنا أخذ دازيني كاملة لأنه الوضع كثير صعب القرطسيات اللي أمنت الأطفال لأني صرت عارف أنه عندي خمس طلاب بدي نفوتوا على المدرسة من قبل بخمس ست شهور صرت تجمع ده سترت حالي رسميا أنجزت وزارة التربية السورية تاهل مئات المدارس المدمرة والمتضررة من جراء الحرب لاستقبال الطلاب حافظت الحكومة على تقديم تعليم مجاني لملايين التلاميذ وأن تراجعت سويته من جراء اكتظاظ الصفوف الدراسية ونقص التجهيزات والكتب وضعف مداخيل المعلمين والتربويين عموما الكتاب المدرسي يقدم للتلميذ مجانا أيضا الوزارة طلبت منها عدم التشدد باللباس المدرسي مراعاة لهذه الظروف طبعا الاقتصادية المنمر فيها أيضا نحن وزارة التربية من خلال المديريات بتقدم لنا كل احتياجات المدرسة من قرطاصية من منظفات أيضا من اصلاحات سنوية للمدرسة شو بتحتاج المدرسة أكثر من خمسة آلاف مدرسة تضررت بين دمار كامل وأضرار بسيطة من جراء الحرب الأمر الذي انعكس على مئات الآلاف من التلامذة معظمهما في مناطق خارج سيطرة الدولة بعد مرور عشر سنوات على الحرب لا تزال الدولة السورية قادرة على تقديم تعليم مجاني لملايين الطلاب سياسة دعم مستمرة بالرغم من الأعباء التي تتحملها الخزينة العامة للتخفيف عن كواهل مئات آلاف العائلات المثقلة بهموم الغلاء وتراجع قيمة المداخيل محمد الخضر دمشق الميادين قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إن بلاده نجحت في استثمار نسبة 53% من مجموع الغاز المصاحب وبزيادة 5% عن الكميات المستثمرة قبل عامين مؤكدا أن وزارة النفط وضعت خطط مجدولة لاستثمار كميات إضافية من الغاز تصل إلى مليارين وستمائة مليون قدم مكعب يوميا بحلول العام 2026 أكدت الشركة العامة لموانئ العراق أن بداية العام المقبل ستشهد إكمال النفق المائي المغمور أو نفق الحرير الأكبر والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث تم إنجاز 75% من الأعمال المتحدث باسم الشركة قال إن النفق المغمور ينفذ كطريق سريع تحت مياه خور الزبير ويتصل بالخط الدولي السريع ليصل إلى شمال العراق ومن ثم إلى تركيا وبعده إلى أوروبا ليتم نقل كل البضائع التي تصل إلى ميناء الفاو الكبير من الهند أو من شرق آسيا أو من الخليج إلى أوروبا عن طريق مختصر ومختزل وهو القناة الجافة العراقية الفنادق الفاخيرة في المنتجعات المصرية ستعج بالسياح الروس بدء من الشهر المقبل فقد كشف اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية أن الحجوزات بلغت 75% من إجمالي الحجوزات المتاحة وكانت الحكومة الروسية فرضت عطلة رسمية مدفوعة الأجر لمدة أسبوع يبدأ في 30 من 21 أكتوبر وينتهي في 7 من 22 نوفمبر لمواجهة انتشار فيروس كورونا بدأت الحكومة الألمانية مفاوضات مع روسيا لتمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا برغم بدء الضخ عبر خطي السيل الشمالي الاتفاق بين موسكو وكياف تنتهي صلاحيته في عام 2024 ما دفع واشنطن وبرلين إلى إصدار بيان مشترك منذ ثلاثة أشهر يفيد بأن مصلحة كياف وبركسيل تكمن في إطالة أمد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى ما بعد العام 2024 وتعهدت برلين باستخدام نفوذها مع موسكو لتمديد الاتفاق 10 سنوات على الأقل توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن يرفع تحالف أوبيك بلاس إنتاجه من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في اجتماع الرابع من 22 نوبمبر وقال نوفاك إن طلب على النفط قد يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في نهاية العام المقبل لكن هذا الأمر ليس أكيدا بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة باستمرار الجائحة والتي قد تسبب انخفاض الطلب من جديد في هذا السياق قال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إن انتعاش الطلب العالمي على الخام إذا استمر قد يدفع أسعار خام برانت القياسية إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل بيعت 11 لوحة للرسام بابلو بيكاسو مقابل 110 ملايين دولار خلال مزاد في الولايات المتحدة اللوحات كانت معروضة لنحو 20 عاما على جدران فندق في مدينة لاس فيغاس غير أن الإدارة قررت بيعها الآن للحصول على تمويل وبيعت أغلى لوحة مقابل 40 مليون ونصف المليون دولار لمرأة بقبعة حمراء وبرتقالية تمثل محبوبة بيكاسو وملهمته بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوت نت بلغاته العربية والإسبانية والإنجليزية شكرا ولى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة